يبدو أن العدة التنازلية لإضافة كلمة السابق على صفته قد بدأ فالاتفاق بين النظام السوري والمعارضة بشأن مبادرة مبعوث الأمم المتحدة ستفان ديمستورا سوى أنها تكرار الإسيناريو حمصة دمشق وفقت على المبادرة التي قدمها ديمستورا بشأن وقف القتال في حلب وهي تعي شيدا أنها ستخدم تضييق الخناق الذي تطبقه على المنطقة والمعارضة ترفضها لأنها تغني فقدانها السيطرة على أكبر المدن السورية صحيح أن المبادرة ولدت ضعيفة البنية لكن أمال عيشها تزايرت بعد موافقة دمشق المريبة على وقف القتال في حلب ففي العرف الدولي لا يمكن التفاوض مع الإرهابيين عرف لم يتوقف المسؤولون السوريون عن تأكيد التزامهم به طلة أربع سنوات مرت على الأزمة ومقاتل المعارضة الذين يسيطرون على مناطق واسعة في حلب أهمها حي صلاح الدين العين الأولى لوقف إطلاق النار حسب مبادرة ديمستورا إرهابيين في نظر دمشق فما الذي تغير حتى تقبل هذه المبادرة؟ المعارضة مقتنعة بأن ما خسرته قوات الجيش السوري على الأرض خلال المعارك الأخيرة في حلب ورفها هي التي جعلت الحكومة توافق على المبادرة هي في نظرهم تحاول ضرب عصفورين بحجر تجاوز الوهن العسكري الذي تعيشها وإحراج المعارضة بقبولها المضية في حل سياسي حل أو مشروع حل بمعنى أدق تلقى أكثر من ضربة بدءا من المعارضة التي رفضت عدم اقتصارها على حلب مرورا بعدم استنادها على اتفاق جناف الذي اتفق الجميع عليه لكنهم اختلفوا بشأن شرح وتنفيذ بنودها ووصولا إلى ضربة غربية بتوقيع فرنسية فباريس لم تنتظر هبوط طائرة ديمستورا على مدرجاتها حتى أطلقت تصريحات تنسف جهوده وتشكك في قدرته على الاستمرار وبين تصريحات هذا الطرف وذاك وموافقة هذا الجانب أو رفض الآخر لمبادرة المبعوث الدولي إلى سوريا عادت لغة التفجيرات لتهز هدوءا ساد المتينة لفترة قصيرة استهداف مقاتل المعارضة لمبنى المخابرات الجوية في حلب أشعل أفتيل المعارك من جديد بين قوات المعارضة والجيش شمال غربي مدينة بعض المصادر أكدت حشد الجيش السوري أكثر من ثمانية آلاف عنصر من قواته واستقدام تعزيزات عسكرية من اللذقية استقرت مبدئيا في جسر الشغور استعدادا لدخول المدينة من ريفي حماو وإدلب في محاولة لمحاصرة مقاتل المعارضة في أحياء المدينة الشرقية استعداد لا يبدو أنه وليد اللحظة حسب المعارضة بل كان مخططا له حتى في حال نجاح خطة ديمستورا بيد أنهما من بند يشير إلى خرق وقف القتال لتتفق الحكومة والمحارضة السوريتين من جديد وبدون الحاجة إلى طاولة مفاوضات على الاستمرار في الحل العسكري وتسرع عودة ثالث مبعوث دولي بفشل جديد إلى الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر